تتواصل جهود المصرية لوقف نزيف الدم في الأراضي المحتلة وإيجاد حل لقضية الفلسطينية تستعد القاهرة لعقد محادثات مرة أخرى من أجل التواصل إلى اتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار جهود مصرية متواصلة لوقف نزيف الدم في الأراضي المحتلة وإيجاد حل للقضية الفلسطينية في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلية حربه على قطع غزة منذ السابع من أكتوبر الجهود المصرية الراهنة تمثل امتدادا لدورها التاريخي إزاء قضية العرب الأولى حيث ظلت القضية على رأس أولويات اهتمام القيادة المصرية وإيمانها العميق بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة قمة القاهرة للسلام التي عقدت في أكتوبر الماضي جاءت فور نشوب الحرب الإسرائيلية على قطع غزة في ظل الجهود الدبلوماسية والدولية التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس السيسي للتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ووقف الحرب وإيصال المساعدات للأشقاء في قطع غزة المفاوضات الجارية بوساطة مصرية قطرية أمريكية تعكس إيمان مصر بأهمية التصدي لتصفية القضية الفلسطينية مع ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار القاهرة على موعد جديد من محادثات الهدنة في غزة والإفراج عن المحتجزين بعد محادثات سابقة في الدوحة والتي وصفها البيان المشترك لمصر وقطر والولايات المتحدة بالجادة والبناءة حيث أجريت في أجواء إيجابية البيان المشترك للدول الثلاث أشار إلى اجتماع لكبار المسؤولين من حكومات تلك الدول مرة أخرى في القاهرة آملين التوصل إلى اتفاق وفقا للشروط المطروحة كان البيان المصري القطري الأمريكي المشترك قد أكد أن الطريقة أصبح ممهدا حاليا لإنقاذ الأرواح وتقديم الإغاثة لشعب غزة وتهدئة التوترات الإقليمية